اعتاد المواطنون انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في فصل الصيف بحجة زيادة معدل أحمال الطاقة كما تبرر الجهة الرسمية سنوياً لكن الانقطاع الطويلة في فصل الشتاء ظاهرة جديدة في عهد المجلس الرئاسي الذي قال بعد إعلان تشكيله إن خدمة الكهرباء تتصدر قائمة الخدمات العاجلة التي سيركز على معالجتها انقطاعات كهربائية تصل إلى خمس عشرة ساعة في اليوم تشهدها المحافظات المحررة وتعكس تدني مستوى الخدمات العامة مما زاد من معاناة المواطنين حيث ارتفع التكاليف السلع والخدمات إلى مستويات قياسية بسبب اللجوء إلى بدائل باهظة الكلفة لتوفير الطاقة وباتت معظم الأعمال المهنية مهددة بالتوقف مع دخول أزمة الكهرباء مرحلة حرجة للغاية منذ أسابيع تشكو الحكومة عجزها عن شراء الوقود لعدم توفر العملة الصعبة اللازمة لذلك وتقول إنها تحتاج إلى قرابة ملياري دولار لإصلاح قطاع الكهرباء المتهالك وتغطية العجز الكبير في توليد الطاقة البلغة نسبته نحو خمسين في المئة لكن مراقبين يتحدثون عن فساد كبير ينخر هذا القطاع ويتركز بشكل أكبر في شراء وقود المحطات لصالح مجموعة من أصحاب النفوذ بينما يضر التحالف الصعودي الإماراتي الرماد في العيون من خلال منح مشتقات نفطية ضائلة ومشروطة بإصلاحات تتجاهل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين وتتجاهل تهلك الشباكة والمحطات وضرورة تنفيذ حلول جذرية منها إيجاد محطات كهرباء تعمل بالغاز كوقود نظيف تملكه البلاد ولا يختلف الحال في المناطق الخضاعة لسيطرة ميليشيات الحوثي التي حولت هذه الخدمة الأساسية إلى مصدر من مصادر الإثراء والتكسب غير مشروع إذ تتجر الميليشيات بالمحطات العامة وخصخصة القطاع لصالح قياداتها الذين يبيعون الكيلو وات الواحد بخمسمائة ريال وتورد نسبة من المبلغ لميليشيات الحوثي دون أي التزامات تجاه المجتمع وهكذا أصبحت خدمة الكهرباء اليوم في قبضة الفساد وأمراء الحرب بعيدة المنال عن الفقراء ومحدوده الدخل ترجمة نانسي قنقر